الحمد لله وحده و أصلي و أسلم على نبينا محمد أما بعد مرحبا بكم مع و يبقى الأثر البعض منا أسأله عن عمره الذي مضى فيقول أربعون فيقول أربعين خمسين ستين السؤال الذي بعده ماذا قدمت لدينك في هذه الستين أو الأربعين أو الخمسين لا تقاس الأعمار برحيل الليالي و الأيام الأعمار تقاس بالإنجاز و العطاء سعد بن معاذ رضي الله عنه اهتز عرش الرحمن لموته و لرحيله و لم يدرك من الإسلام إلا ست سنوات و أنت لك ستين أربعين ثلاثين خمسين أحبابي لا بد أن نراجع أنفسنا من جديد و نرتب الأولويات و نعلم أنه مهما طال المكث فلا بد أن نرد إلى مالك الأرض و السماوات و لا بد أن نأتي ربي فردا كما خلقنا و كلكم آتيه يوم القيامة فردا قدمت لدنياك اشتريت أرضا بنيت بيتا زوجت أبنائك أنجبت أطفالا كل هذا ستتركه ماذا قدمت لهذا الدين ليبقى أثرا لك حاسب أيها الحبيب نفسك و أنت أيها المؤمنة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا و تذكروا يوم العرض على الله متعكم الله بطول العمر على الطاعة أستودعكم الله ترجمة نانسي قنقر